يوم 31 يوليو وتحديدا الساعة 6 الصبح تصحى فلسطين وتصحى معها المنطقة العربية كلها على خبر استشهاد القيادة الكبير ورئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هانية الله يرحمه وعرفنا بعدها أن الاغتيال حصل في إيران حول الساعة 2 الصبح في مقر إقامته بعدما حضر حفل تنصيب رئيس إيران الجديد طبعا خبر زي ده في وقت يعني داخل فيه العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة على شهر العاشر وفي ظل حالة تعاطف وتضامن شعبي واسع جدا مع الشعب الفلسطيني ومع القضايا الفلسطينية عموما كان طبيعي أن الفئة اللي ممكن تفرح وتشمت في يعني اغتيال الرجل ويبتهجوا بالخلاص من يعني واحد من أهم وأبرز الكوادر السياسية الحماس هم الإسرائيلي لكن فيه ظاهرة حصلت على مواقع التواصل الاجتماعي تقريبا بعد ساعتين بس من انتشار الخبر وهي الانتشار الكبير جدا لكائنات الدبان واللجانة الإلكترونية ولينا ان الصهاينة أصبح اليوم شريك عربي في حفلة الرأس اللي منصوبة على اغتيال اسماعيل هنية وتحديدا في مصر والسعودية مين دول؟ وبيعملوا ايه؟ وإيه الهدف من الهاشتاجات وحملات التشويه والغش والأكاذيب اللي اتبادرت على مواقع التواصل خلونا نشوف من بداية الرد الإسرائيلي الإجرامي على عملية طفان الأخصى وعلى مدار أكتر من 300 يوم قصف ومجازر وحصار وتجويع راح ضحيته لحد دلوقتي ويبقى أرقام مش مؤكدة يعني ومرشحة للزيادة حوالي 40 ألف شهيد وتقريبا 100 ألف جريح بعد ده كله بقى واضح جدا للعالم مش بس لشعوب المنطقة العربية إن المواطن العربي وتحديدا لو هنتكلم عن أكبر بلدين مصر والسعودية المواطن العربي يعني فيما يخص القضية الفلسطينية في وادي وحكام المنبطحين العملاء في وادي تاني خالص والحقيقة مش الأحداث الأخيرة بس يعني هو الموقف الرسمي لحكام العرب عموما ومن سنين طويلة موقفهم هو الخرص خالص أحيانا أو تفعيل وضع الشجب أو الإدانة وما يصحش كده ده لو ما كانش التواطئ والمشاركة الفعلية في الحصار أساسا يعني طبعا مع الهوان والرخص المستمر لعشرات السنين وخطاب التدليس السياسي والإعلامي ومشروع الأنظمة العربية لتفريغ القضية الفلسطينية من معناها وتهيئة الشعوب لقبول فرة التطبيع بقى متعدد الأشكال سواء من فوق الهدوم أو من تحت الهدوم كل ده كان لازم له حاجة تانية حاجة لازم هي كمان تتفرغ من محتوها بل وتتشوه كمان أوش بس كده دي تتحول لجهة مكروهة اجتماعيا وإنسانيا بمجرد ما تيجي سيرتها لازم سيرتها تبقى مرتبطة في ذهن الناس بالإجرام وبالإرهاب وهي المقاومة الفلسطينية في صورة حركة حماس عشان مع الوقت والنخورة اليومية في عقول الناس مع سيل الأكاذيب والإشاعات وحواديد خلت بامبة وحقائق وأسرار الخوابير الاستراتيجية يتحول التنظيم الوحيد في المنطقة اللي بيرفع سلاحه ضد كيان عنصري محتل يتحول لإنه يبقى هو العدو أصلا العدو ما بقاش إسرائيل الدولة اللي بينها وبين مصر والسعودية سلام دافي دلوقتي وفشخة الرئيس تعاهد بنفسه في الأمم المتحدة إنه يحفظ أمن المواطن الإسرائيلي جنبا إلى جنب مع المواطن الإسرائيلي بردو طب المقاومة الفلسطينية اللي بتواجه احتلال مدعوم من أمريكا وتعاون الحكام العرب هو شرط وأمر واجب التنفيذ كضمانة لقعدتهم فوق جراس السلطة نشويها إزاي دي ونحولها العدو لأ ومش أي عدو ده عدو خطره أكبر من خطر وجود كيان عنصري أهدافه في المنطقة أهداف استعمارية أساسا يعني إيه التهمة اللي هنلبسها لهم وإيه الوصف اللي هنلزقوا فيهم دايما عشان تتحول المقاومة لهم من الغولة اللي ادخال المواطن العربي في معسكر واحد مع الصهينة ضدها دايما في منطقتنا في ضد الإسلام السياسي والجهود اللي اتبذلت كمانا لسنوات اللي فاتت عشان يعني نستمح له بلعب جولة المنطقة ستتأثر وستظل المنطقة في حالة من عدم الاستقرار الحقيقي طول ما فيه إسلام سياسي الإسلاموفوبيا فكرة ربط أي تنظيم سياسي أو أي حركة جهاد ومقاومة مسلحة ضد الاحتلال الإسرائيلي ربطها بالعنف وتطرف الدين خصوصا لما تكون الحركة دي سواء الجناح العسكري أو الجناح السياسي منها مرجعيته والأساس اللي تبنت عليه مرجعية إسلامية هنا الحكام العرب بصفتهم رؤساء بقاء وملوك أو أمراء بيحكموا تلقائيا شعوب أغلبيتها مسلمة مش هيقدروا يعلنوا عداءهم الصريح لأي اتجاه إسلامي وطبعا مش هيعلنوا أكيد يعني دعمهم وتأيدهم والتقاء وحدة مصالحهم مع القوى المعادية أساسا للإسلام وللإنسانية عموما طالما بضحية عربي أو مسلم مش هتنفع رسالة توصل بالوضوح ده ولا مشروع سحق أي أمل في تحرير فلسطين أو تحرير الإنسان العربي عموما منهم ومن أسيادهم في الغرب الأنظمة العربية العميلة مش هتقدر تعلن ده بالصراحة والمباشرة دي بالعكس مثل حكام العرب مسلمين وملتزمين كمان بالإسلام المعتدل وبيروحوا يحجوا وبيحضروا المناسبات الدينية بل وبتكلموا هم كمان في الدين بصفاتهم مجددين بشرحوا للناس طبيعة الإسلام الوسط الكيوت المتسامح مع الكل واللي مادد إيده بالسلام وبيقوموا بقى الفئة الشازة اللي بتسيق لصورة الإسلام من هنا كان النظام المصري والسعودي لا يمكن يصنفوا حماس على إنها تنظيم إرهابي إلا لو التصنيف ده سابقوا بقى فرشة من الأكاذيب والتضليل واعتبرهم جماعة بتشوه الإسلام وتصرفاتهم ما بتعبرش عن سمحته ولا يمكن يعبروا صفاتهم الرسمية عن كراهيتهم لفلسطين أو تواطؤهم على إفساد القضية الفلسطينية أو رعبهم من اليوم اللي ممكن فلسطين فيه تتحرر لأن اللحظة دي فيها بداية النهاية لهم كلهم وعدوى الحرية دي لو اتنقلت لباقي الشعوب خلاص كده مفيش عميل واحد منهم هيفضل قادة على كرسي لا هم مزبطين الموجة ومحتفظين بخطاب سياسي ورسمي واحد عن دعمهم لفلسطين وتأييدهم لحق الشعب الفلسطيني بكل المصطلحات الصيصة المدهننة والكلام الاستهلاكي المكرر اللي مالوش ملكة والحد بيعرف منه أصلا هو إيه هو الحق الفلسطيني ده أصلا من وجهة نظر بس هم مع الشعب الفلسطيني وخلاص لكن من وراء السيطار بقى هم دعمين وصرفين ومكلفين لكل حملات التشويه والخطاب الفاشي العنصري ضد أهل فلسطين وغزة وفي القلب منهم صداع الصهينة اللي مصدعهم هم كمان من المقاومة الفلسطينية عمومة وحماس تحديدا على وجه الخصوص حماس بقى بجنحها العسكري أو حتى جنحها السياسي وأدواره السلمية التفاوضية ورموزه اللي مسلموش رغم دورهم السياسي من غدر الصهينة زي الشيخ إحمد ياسين أو الرنتيسي وأخيرا إسماعيل هاني السيستم واحد عند الأنظمة العربية أكبر قدر من التدليس والكتب باستخدام مناديل تواليت مش رسمية ومس صاحبة قرار سياسي لكنها مأمورة ومتمولة من نفس النظام عشان يمرروا في الإعلام أو حتى على المنابر أو مواقع التواصل زي ما شفنا في حالة إسماعيل هانية يمرروا رسائل وأهداف النظام بس النظام نفسه فل شامعة منورة ما قالش حاجة والله ده رأي الناس وما أحرار فيه وده منهج بقاله زمن مش بس يعني ظاهر على منصة X تويتر سابقا اللي شفناه على مدار ثلاثة أيام ووقتها غزة لو كان فيه رجالة ما كانوا طولوا عامل وصورة على حماس فيه ايه أنا بقى هم عاملين بيشتمهم أنا بقى أبو الشتين انتو كلكم نعام واخراء واتخين فيكم ما يسواش سفاية سمكة سفاية سمكة ايه ده سفاية السمكة انضف منه وليه هايمة عنه وعن تصدق ندون مسلمين لا دون ولا دون هو الحماس اللي اتنين كفرم عارفت ناس دي تستحق اللي بدرون الناس دي تستحق اللي هي فيه وتستحق اللي هي تنتهي والخواجأ الاسرائيلي سلام يا عامل لخلاص دا ما عادش يعمل حاجة سلام يا عامل يعني السراصير دول احنا راح تسيبهم كده انهم حركة حماس السراصير لا بتترش يعني يا امه بتترش يا امه تبيرها شب شب يولع بجاز يولع بجاز اهو مش مقامل على بلد كل المهازل والحطاط والخطاب العنصوري التحريضي ضد اهل غزة وحماس يعني اللي ما يقلش في اجرامه عن خطاب الصهاينة نفسهم كان بيطلع من بقى مصريين بمنتهى البساطة وعلى مدار الساعة لكن في نفس الوقت زي ما قلنا تحت بند ما نديل التوالد اللي النظام بيمسح فيهم جرايمه بل بالعكس بيصب في مصلحة السيسي نفسه كراجل مؤدب ما بيغلطش في حد وعمر العيبة ما بتطلع منه حتى فوتش أعداءه من المقاومة الإسلامية الوحشة اللي بتقتله عسكره وفشخاف سينة بالإرهاب حتى لو كل دا ما فيش عليه دليل واحد ولا حتى النظام يعني نشر اسم الغزاوي واحد اتقبض عليه أو تقتل حتى في أي عملية بس كل دا مش وهم المهم إن الرسالة توصل والعيار يطلع من مناديل التوالد والطبالين اللي عادي يعني قدوا مهمتهم في شيطانة المقاومة والتحريض ضد أهل غزة وتشويه حماس ومقاومتها ضد الاحتلال نفس الفكرة بالزبط هتلاقيها بتطبق عند النظام السعودي بنفس درجة البجاحة ونعدام الضمير وبصرفة أكتر طبعا لكن برضو مش على المستوى الرسمي شيخ سلطين ماشي يوتيوبرز أو جرابيع مرميين على التيك توك لكن محمد بن سلمان نفسه لا الرجل مؤدب ومتزم في كلامه هو يقطع جيت البناء ده بمنشرقة لكن يهين أهل غزة وحماس ويحرض عليهم ويدعوا للتطبيع علنا كده له طبعا مستحيل فيه جيش وراه إعلامي بقى وديني ولجان إلكترونية هم اللي يقوموا بالدور الوسخدة حتى أنكم تسمونها أنتم رشقات المشقات تقابل هذه القناة ولابد أننا نحضر وأننا ننخلط بهذه الحماسات ومن المنطلق ده بقى هنيجي للكلام عن معركة الشماتة وغزوة التشفي وهاشتاجات الكدب والمعلومات المضللة اللي صاحبة الإعلان عن استشهاد هنية والحملات المهولة بشكل لفت للنظر سواء على تويتر أو فيسبوك واللي كان واضح جدا مدى بؤسها وتفاهيتها بالرغم من انتشارها الساحل أنه سياسي ومقابراتي ما بين النظامين المصري والسعودي في استغلال حشراتهم ومطاززهم الإلكترونية اللي مدفوع لها ومتمولة على أعلى مستوى خلينا نرجع اليوم 31 يوليو وحادثة اغتيال إسماعيل هنية ونشوف الترتيب الزمني للتفاعل مع الحدث الكبير ده وخصوصا على تويتر بمجرد الإعلان عن الخبر تحت هاشتاج إسماعيل هنية بالعربي انتشرت أكتر من مليون تويتر وتشافت أكتر من 262 مليون مرة الحد هناك والوضع عادي يعني ما حدث بالزخم والأهمية دي لكن اللي مش عادي بقى هو ظهور البراغيت الخليجي وتحديدا من السعودية والإمارات وهوب في خلال ساعتين يحصل نشاط واضح إن فيه حشد وتلاعب مع هاشتاج سموء شهيد الفنادق انتشر والضخم بسرعة كبيرة جدا مع آلاف التويتات وملايين المشاهدات مع إن أول تويتر كانت طلعة أساسا من حساب محدش متابعه أصلا ومش واضح هو مين بالزبط بس بمتابعة كل نشاطاته وتفاعلاته واضح إنه مركز في الدفاع عن النظام السعودي والتطبيل لإنجازات بن سلمان والهجوم الدايم على حماس والمقاومة عموما بعدها بدأت تظهر الكتايب السعودية وفي توقيت واحد وبأسماء معروفة بتويتات شماتة وتاريقة والتهمات وإشعاعات عن هنية وحركة حماس وإن هنية عميل للنظام الإيراني وبياخد تمن ده مقابل معارضته للسعودية أغلب الحسابات دي تاريخه معروف بالحملات من النوع ده ضد أي معارض للنظام السعودي وفضلت على مدار يومين تويتات التحريض والشماتة في حالة تصاعد ملحوظ بيعبر عن نصات مش طبيعي أبدا على الهجتاج الموسيق ده وبدأت تظهر معاه بشكل صريح بقى حسابات واخدة من عالم السعودية وصورة الملك سلمان وابنه صورة شخصية للحساب وواضح من خلال عمليات التحليل والمسح إن السعودية متصدر المركز الأول بين الدول اللي حساباتها تفعلت ودونت على الهجتاج ده أما في مصر بقى فلجان النظام الإلكتروني دخلت هي كمان أرض المعركة برغم إن بشكل رسمي النظام المصري أصدر بيان أدان فيه اللي حصل هو صحك العادة يعني بيان مايص وضعيف لدرجة إن اسم إسماعيل هنية نفسه ما ذكرش فيه وكان ناقص بس يكتبه في آخره إن كل الأرواح مقدسة بس في النهاية أهو بيان وتعامل لكن كل ده تزامن معه برضو حملات من حسابات مصرية قررت في اللحظة دي تحديدا إن هم يكونوا صهينة أكثر من صهينة نفسه شماتة وترياءة وقلة أدب ده المعتاد لكن اللي الكل اتفق عليه سواء بقى على تويتر أو فيسبوك ودخل معهم على الخطة كمان شخصيات معروفة زي أحمد موسى واللعب أحمد حسان ميدو اللي اتفق عليه كلهم وكان واضح إن فيه توجيه وحشدة عليه أو استغلال عملية الاغتيال وتفاعل الناس مع الحدث لأنهما يفكروا الناس بحدثة كمين البرث اللي مات فيها عدد كبير من عساكر الجيش المصري في سينة وكان من ضمنهم الزابط أحمد منسي اللي تعاملت من قصته بداية سلسلة من الملاحم والغش والتدليس وتزييف التاريخ وحتى الحاضر اللي الناس شافته معينها سلسلة مشالسة لاغتيار وده في حد ذاته الهابل بعينه وغباء اللجنة أو العنصر الإعلامي أو الرياضي الموالي للنظام اللي حافظ مش فاهم وبيردد كلام زي البغبغان وخلاص لأنهم اختاروا الحادثة دي تحديدا عاشين يشوهوا ويخدوا في سيرة الراجل من غير حتى ما يكلفوا نفسهم ويرجعوا لبيانات ومعلومات الدولة نفسها والتحقيقات اللي ما جابتش سيرة حماس واتفاق رواية النظام نفسه مع إعلان داعش مسؤوليتها عن العملية بس زي ما احنا عارفين النظام وليجانه ماشيين بنظرية العيارة اللي ما يصبش يدوش وحش ويرمي لو لسه فيه بهاين بتصدق وكله أكل عيش للجان وكل بوست ولا تويتا ولا فيديو ليه سعر أو مرتب محدد ده طبعا غير تويتا حصلت برضو على تفاعل كبير من صفحة الصحفية الدولجية صحر الجعار اللي ماكسفتش تستخدم نفس الصورة وخبر كانت نصرته صفحة وزارة الخارجية الإسرائيلية عن امتلاك هنية لأربع مليار دولار رغم أن كل دي معلومات سبت كتبها وفي كتيبة فيسبوك بقى حدث ولا حرج عن المعلومات المضللة والبوستات اللي كلها كوبي وبيست من بعض من حسابات كتير منها معروف بالاسم ومعروف من مدير اللجنة وأعضاءها صفحات مدعومة علنا من النظام وفي كتير من أصحابها السيسي بيعيهم لمؤتمراته وحفلات إفطاره في رمضان عادي جدا زي صفحة التحالف المصري لإعلام السوشال ميديا وصفحات زي الجيش المصري رجال وشرفاء مصر ومصر الانتركع وجروب الدولاجية وجروب اتحاد مؤيد الدولة اللي بيديره إبراهيم الجرحي اللي محدش عارف أراضيه فيهن دلوقتي يعني هو فشل ليبقى ناصد سياسي وفشل ليبقى إعلامي وفشل حتى يبقى لجنة يعني آخر معلوماتي عنه إنه كان بيزرع فراولة فوق السطح أو خيار أورجاني معرفش حصله إيه بعد كده المهم إن صفحات كتير دخلت على خط إهانة هنية وحماس ودي صفحات لها تاريخ طويل من الحشد والتوجيه المكشوف برعاية وتوجيه وتمويل وإحناك بتتصرب التوجيهات دي وبنشوفهم عادي وهم بيتفقوا يزبطوا الكتبة أو تطبيلة إزاي منهم اللي أعضاء في أحزاب أو جامعيات تابعة للسلطة ومنهم زباط جيش سابقين أو موظفين في شركات وبنوك ومنهم اللي أعضاء في حملات دعم السيسي كل دول وغيرهم كتير من اللي بيشتغلوا مناديل توليت للنظام ومبدورين في الفضاء الإلكتروني كمنفذ مهم من منافذ الوعي اللي ناس كتير بدأت من بدر تلجأ له كبديل عن إعلام السلطة اللي محدش خالص بقى بيثق فيه فقرر النظام يقتحمه بقى زي ما اقتحم عشرات المجالات من ناحية يقفل مئات المواقع الصحفية المعرضة أو على الأقل الحرة اللي فيها مصداقية ومن ناحية تانية ينشر أكاذيبه وخطابه المزيف ويروج لإنجازاته بالإضافة طبعا لضرب وتشويه خصومه والخلاصة أنه يدي طريق التعامل للنظامين سواء المصري أو السعودي مع أي شيء يخص فلسطين أو المقاوم الخطاب الرسمي ما بيورطش نفسه في التصريح المباشر بالكره والعداوة والعمالة ومش هيطلع وزير ولا رئيس يخوض في سيرة إسماعيل هنين لأنه عارف إنها نضيفة ولا هيشكك في زمته المالية ولا في أخلاقه ولا وطنيته لكن بقى أوامره يقدر يسلط عليه كلابه تنهش في رمز وإيقونة ما ينفعش يتروج للأجيال الجاية إنه رمز يتهموا واحد يعني قدم عياله نفسهم لبلده وأخيرا حصلهم يتهموا إنه عايش عشت الملوك في الفنادق من ناحية لأنهم محدثين لأنه اللي عاشت الفنادق عارف كويس إنها مش عشت ملوك ولا حاجة أصلا ما فيش حد بيحب عشت الفنادق ومن ناحية لأنهم عارفين الراجل عاش حياته كلها مهمون بقضية بلده ودينه ومقدساته يزقوا صراصير على مواقع التواصل يأكدوا وممكن يحلفوا بصرف أمهاتهم إن مرسي اتصل بهنية عشان يقولوا تسيبهم يفطروا مولانا ده البلح لسا ببقوهم على نظام اكدب واستمر في الكتبة لحد ما الكتبة تتحول لحقيقة اللي هو قصة عاملة زي الأسطورة بتاعة فيلم وردة مع عادل أدم اللي ما حد شافه بس الكل بيأكد إنه حصل كل اللي حصل بعد استشهاد هنية هو استمرار لمنهج العمالة والانبطاح من نظام وزير خارجيته راح جنازة مجرم حرب اسمه شيمون بيريز اللي كان أبرز عساكر عصادة الهاجنة وقائد مجازل مخيم جينين ونابلس وانتفاضة فلسطينية الأولى وكان حتى هو المهندس بتاع العدوان السلاسي على مصر أصلا ومع ذلك يقعد سامح شكري متشحتف كينه بيعيط في جنازة أمه لكن لما نفس الكين العنصور الهامة جدا يقتل راجل شريف وناضل وإيده نظيفة يتعامل بيان تافه ما يكتبش فيه اسمه حتى تحسن الصهاينة يزعل هو ده تمام المنبطحين رواد كباريهات العالمين وموسم الرياض وهي ده طريقة إدارتهم ونظرتهم لأشرف وأعدل قضية أما هنية هو ده شكل النهاية اللي تليق ببطل عاش حياته يناضل بالكلام والفعل ولما جيه وقته انتهت حياته بأشرف موته إنه يرتقي شهيد للدين والأرض والعرض ربنا يرحم اسماعيل هنية ويرحم كل شهداء فلسطين ونشوفكم على خير إن شاء الله